ومن الخرطوم ينضم إلينا المحلل الاقتصادي ماهر أبو جوخ سيد ماهر كيف تقدر الحجم الحقيقي لخسائر قطع الانترنت في السودان شكرا جزيلا لك ومساء الخير عليك وعلى جميع المستمعين والمستمعات الكرام لقناة الغداء في تقدير أن هناك مشكلة أساسية في التقدير نظرا لغياب الشفافية المالية في الأورق الحكومية الرسمية كما تعلم فأنه خلال السنوات الماضية الأرقام الرسمية المرتبطة بالإيرادات وتحصيلها الفعلي والمقدر الرقم الموجود هو المقدر ولكن الإيرادات الفعلية هي تظل كأنما هي أسرار غير مصرح بها هناك معضلة أخرى وهي أن هناك عدة جهات حكومية رسمية تقوم بتجنيب الأموال وهذا أيضا يزيد مسألة تقديرات الدقيقة للإيرادات المالية وبالتالي إمكانية حساب واقعي وحقيقي ورقمي للخسائر الموجودة وحتى اللحظة فإن التقديرات لهذه الخسائر هي تقديرات عامة ولكنها لا تعطي أرقام حقيقية ودقيقة ولذلك من الصعب بمكان أن نجد تقدير دقيق لهذا الأمر نظرا لغياب هذه المعلومات الأساسية ولكن بشكل عام فإن الرقم الذي يتحدث عن خسارة تراوح في اليوم بين 45 مليون دولار أو يقترب من الحقيقة نظرا كما ذكرت لك لأن هنا لا توجد أرقام دقيقة ولكن بشكل عام النقطة الأساسية الواضحة أن خلال السنوات الخمسة الماضية فأن أكبر القطاعات التي كانت تساهم بشكل رئيسي في تقديم أو رفض الخزينة العامة للدولة في القطاعات الانتاجية في البلاد هو قطاع الاتصال والدليل على ذلك أن الحكومة السودانية خلال السنوات الماضية ظلت حينما يحدث عجز في الميزانية في الربع الأخير كانت دائما تلجأ بشكل مباشر لزيادة قيمة الضريبة المفروضة على الاتصالات هذا الأمر يعطيك مؤشر إلى أن قطاع الاتصالات هو مساهم رئيسي في دعم الخزينة العامة في قطاع الاتصالات نفسه فإن الرسوم المتحصلة من مسألة تقديم خدمات الانترنت هي أيضا رسوم الأساسية التي تقدر بأنها تعادل ما بين 66% إلى 75% من إجمال دخل الشركات الاتصالات العاملة في السودان وبالتالي فإن هذه التقديرات تعطيك المؤشر الرئيسي إلى أن هذه الشركات فعليا تفقد ما بين 66% إلى 75% من إيراداتها الموجودة وبالتالي فإن هذه الخدمات التي تقدم خدمات للجمهورة نعم هذه المدة التي تم فيها قطع الانترنت والخسائر التي ترتبت عليها بطبيعة الحال أثرت على قطاعات كثيرة في الاقتصاد السوداني كيف ستتصرف هذه القطاعات حيال هذه الخسائر؟ الآن المعلومة الجديدة اليوم بأن عضو المجلس العسكري الفريق ياسر العطى في حوار مع صحيفة الانتباهة حدد التوقيت الذي سيعيدون في الانترنت وهو توقيت هو سيصير الهلعب بشكل أكبر باعتمار أنه حدد التوقيت بشكل دقيق قال بأن المجلس العسكري والسلطات لن تعيد خدمات الانترنت إلا بعد تكوين الحكومة القومية الانتقالية المنضية وهذا الأمر هو نفسه مسار جدل سياسي تبار أن تكوين هذه الحكومة مرتبط بالتوصل الاتفاق مرتبط بأن هذا الاتفاق نفسه يحظى بقبول المجموعات السياسية المختلفة وبذلك أنه يمهد الأرض لأن هذا الأمر سيستمر لقته هذه الجزئية هذه المعلومة الجديدة أما الإجابة على سؤالك بشكل مباشر فإن قطع خدمة الانترنت حاليا في البلاد من الواضح أن المجموعات أو الشركات والجهات العاملة بات لديها خيار أساسي أن الشركات التي لديها خدمة توصيل الهاتف المنزلي التي توفر خدمة الدي اس ال هي الآن التي قادرة على العمل ولكن هذه الفئات نفسها هذا القطع هو قطع محدود نظرا لأن خدمات الهاتف المنزلي التي تتيح توصيل خدمات الانترنت بالكوابلة الأرضية الدي اس ال هي نفسها باتت مجموعات أو في نطاق ضيق حتى داخل عاصمة الخرطوم وبالتالي هذا يعني أنه يمكن أن نقدر بأن حوالي عشر في المئة أو خمس عشر في المئة من هذه الجهات هي التي تستطيع أن تقدم خدماتها وتواصل أعمالها بشكل مستمر ستكون لديها مشكلة أخرى بأن جزء كبير من الجهات التي ستريد التواصل معها ستكون خارج الخدمة وهذه أيضا مشكلة جديدة وبالتالي فإن الخيار المتاح حتى اللحظة هو الآن هو الخيار المتاح بالدي اس ال الخيار الساني المرتبط بإمكانية استخدام شرائح البيانات الخارجية المستخدمة بالشبكات الموصلة بشبكات اتصالات من دول أخرى سواء كانت شبكات من جمهورية مصر أو المملكة السعودية أو دولة الأمارات أو غيرها من الدول التي يمكن أن تساعد في تقديم خدمة فإن هذه المعالجة نفسها هي في الأساس مرتطة للأفراد ولكن هذه المعالجة نفسها تتسم بتكلفة باهظة وعالية جدا وضح في الفكرة أشكر شكرا جزيلا عذرا للمقاطعة المحلل الاقتصادي ماهر أبو جيوخ كنت معنا عبر الأقمار الصناعية